بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ حسين الديهي نائب الأمين العام ضيوفنا الكرام في البداية نحب نعزي سماحة الشيخ علي سلمان لوفاة خالته والشيخ علي ميرزا لوفاة زوجته ميرزا المحلوس مع أنه في خبر توا طالع أنه بيخلونا يفرجون عنه وبيخلونا يحضر الجنازة توا طازة إن شاء الله خير نأمل ذلك طبعاً أنا جاي اليوم أتكلم باسم الحملة الوطنية لإطلاق صراحة مع تقاليد ضمير ونشكر المنظمين في الوفاق والدعم لهذه الحملة حملة أنا حر هي حملة أنت تعرفون بديناها صار لنا تقريباً شهر من دشناها في خلال هذا الشهر في ويب بيج موجودة في الكمبيوتر أو في الويب سايت موجودة هناك ونأمل أن الكل يمليها هي بيانات ولازم يملي كل واحد بيانات المعتقلين فيها حبيت أعطيكم بس ولو نبذة قصيرة عن هذه الويب بيج ولحد الآن كم وصل الأعداد عندنا ولو إنها صارها تقريباً ثلاثة سابيع من تم تفعيلها تفعيل أجزاء منها استغربت اليوم أن أنا أكتشف أن اللي دخلوا على الويب بيج 3425 شخص تخيلوا 3425 شخص يدخل بس اللي يسجل فيها 161 فقط لا غير فأنا أتمنى من أهل البحرين على فكرة نحن مسوينها بطريقة الشباب مشتغلين على الحملة بأنه لا أحد يدري من دخل على الويب بيج إذا الناس خايفة أنها تدخل وتسجل أسماء المعتقلين فأتمنى أن الكل يدخل ويسجل أسماء المعتقلين من اللي سجلوا وثقوا واللي هما 161 شخص من هذلين 161 شخص أتكلم عليهم هم لأنه هما اللي سجلوا في الحملة عدد العاطلين اللي سجلوا في الحملة 44 شخص عدد العاملين طبعا هذين كلهم معتقلين عدد العاملين الموجدين 49 شخص وعدد الطلاب 56 طالب تخيلوا 161 بيطلعون بعد فترة وكلهم خسروا أشغالهم وأعمالهم الطالب ما بيقدر يروح يكمل دراسته لأنه بيقولون ليه والله عندك جنائي عليه بحكمك الناس اللي ما راح تشغلها لأنها معتقلة بيتم طردها من عملها والمفصول مفصول فالله يسر على شبابنا وأهل البحرين المداهمات من 161 يقول لك تم اعتقالي من المنزل تقريبا ما يقرب 112 شخص هاي أرجع أعيد من البس المجموع 161 من نقاط التفتيش 17 واحد ومن مناطق أخرى يا من العمل يا رايح يقدم جواز يا رايح يسوي يقدم على البنك في ناس كانت تتعشي في مطعم ودخلوا عليهم وحاوطوه هم أشالوهم هذي كلها من محلات مختلفة تم اعتقال الشباب الطلاب الطلاب صدق عوروا قلبي صراحة يوجد هناك ثلاثة أشخاص في الوقت الحالي من المائة وواحد وستين أحمد خليل إبراهيم وعلي السميع وعلي مكي علي أحمد ثلاثتهم لحد الآن محجوزين على ذمة التحقيق وصار لهم تسعة شهور على ذمة التحقيق يعني لحن ما ودوهم نيابة ولا حكموهم تخيلوا تسعة شهور هو قاعد ينتظر عدنا من الطلاب أربع أكاديميين من كلية الخليج للطيران واحد من معهد التدريب علي فاضل واحد طالب طب سيد حسن العلوي أربع وثلاثين طالب مدرسة ثانوية واحد في الإعدادية علي ميرزا شوفوا الأعمار انتون شنون تتنازل لهم صغار في السن وخمسة عشر طالب من جامعة البحرين يعني ما يقارب عندي سبعة وخمسين طالب إذا هادلين الشباب كلها طلعت وين بتروح في الأخير لا امتحانات ولا دراسة قبل شمن يوم حطوا على تويتر صورة إنهم يقدمون امتحانات أسأل أمهات الشباب بالذات أم المعتقل إبراهيم المقداد اللي هو أصغر إرهابي أنا بسميه معتقلين تحت قانون الإرهاب وحكموه بعشر سنوات وعمره خمسة عشر سنة فتسأل أمه شون سويت في امتحان يقول أي امتحان ما نقدر ندرس داخل العنبر هذا واحد وده الكتب مو متواجدة في نفس الوقت لما يقعد ويقدم حق الامتحان كل السيكوريتية فوق راسهم فما في مجال أنه يقدم امتحانه فأنا أأمل أنه في شيء يتم حول هذا الموضوع لأطلبه وضع السجون وضع السجون مثل اللي سردوا آباء الشهداء وهما عزنا وكرامتنا وضع السجون نفسه اللي في الحوض الجاف هو نفسه في جو شكاويهم نفس الطريقة الماء ما يكفي برانيس مموجودة الحبوب الأمراض ما يعطونهم حبوبهم أو يخلطون الحابل بالنابل فهذا موجود في سجوننا في أطفال نحن أكيد سمعنا عن جهاد السميع عشر سنوات وعبد الله البحراني ثلاثة عشر سنة ولحد الآن على ذمة التحقيق إلى سبع وعشرين يناير تشيكوا على حسن السير وسلوكهم تشافوا أنه حسن السير والسلوك تمام وعلى قولة الحقوقية إيمان أمس تقول بس شكوا في النية مالتهم نيتهم نية سياسية يعني قاموا حتى يدخلون في قلوبنا وعرفون واش نيتنا واش ننوي واش ما ننوي مع أن المحامية زهرة مسعود كتبت في تويتر أنه عدهم حسن السير والسلوك والمفروض أن يطلعون عدنا الكفيف المقعد جعفر علي المعتوق جعفر علي المعتوق كفيف ومقعد وحطينا في غرفة في القلعة هل يقدمون له السعافات أو الخدمات التمريضية أو الخدمات الطبية ما أدري أنا أتمنى أن هذا الشخصية يطلقون صراحة لأن أهله يهتمون فيه وهو مجرد عبالة عليهم فأتمنى أنهم يطلقون صراحة حال حال الكفيف علي سعد كفيف علي سعد شفتون صور من قبل كم من يوم مودينا السلمانية تي شيرت زنوبة أنا ما أدري الناس هذه في رحمة في قلبها ولا لا في أحكام جائرة كثيرة وأنا بذكر أسماء مع معدل سنوات الأحكام اللي صدرت في حقهم فيصل منصور صدر في حقه حكمه 52 سنة حسن مهدي 15 سنة وعنده حسن عنده عمليات في راسه ويحتاج أدوية ويحتاج علاج أحمد محمد صالح وصلت أحكامه إلى 28 سنة رضا الغسرة وصلت أحكامه إلى 53 سنة ولا يازال يحاكمون فيتهيأ محمد المحاصنة 33 سنة طبعا إبراهيم المقداد حكمه عليه بعشر سنوات أعتقد الوزارة لازم تفكر ولا الداخلية تفكر تحط ليها مستشفى العجزة في السجن وتراعيهم طبعا إحنا ما ننسى نساءنا هزينا بالخواجة ريحان الموسوي نفيسة العصفور أنا أتمنى أنهما يتم زيارة السجون والرؤية في وضع المساجين في هناك اللجنة الوطنية حقوق الإنسان إذا هي على المفاوضية لحقوق الإنسان لا ليس المفاوضية اللجنة الوطنية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنا أتمنى هما طبعا حسب كلام زميلي الدكتور إبراهيم الدمستاني يقول جالة فلان وفلان 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 بس يسمعون أنه صار الاسم في التلفزيون ولا في اللؤلؤة ولا صار علي ضج شوي يروحون يسألون ويسجلون ويطلعون يروحون يسألون ويسجلون ويطلعون من غير أي حل ونحن نطالب بالوزارة الداخلية أنها تسوي حل إذا أنتون أعدكم طلبة في الثانوية ولا طلبة في الإعدادية أو أطفال ويحتاجون أن يواصلون دراستهم نحن أنا وزملائي مستعدين أن نقدم هذه الخدمة لأولادنا في السجون إذا يحتاجون لنا أن نروح نعلمهم ونشرح لهم عشان يقدرون يأخذون امتحاناتهم آخر السنة نحن مستعدون مجموعة مننا مستعدة إذا يحتاج أن الكفيف جعفر المعتوق يحتاج إلى خدمات تمريضية أو خدمات طبية نحن الكوادر الطبية بعد نقدم خدماتنا لآخر دقيقة معتقلين هما عزنا وسيظلون أحرار وبإذن الله بيطلعون ولازم نظلنا عندنا ثقة وثبات بأنهم سيخرجون سيخرجون وبيصرخون بأعلى صوتهم وبيقولون أنا حر شكرا وعدي بس أقدم إلى نائب الأمين العام بس مجرد رسالة نقول شكرا لكم لتضامنكم مع حملة أنا حر شكرا لكم شكرا لكم هذا اللي بناء النجاة سيقالي هاي في الدلعات شكرا لكم